عند عمر الشهرين نهاية الشهر التاني بيتاخد الجرعة الاولى ضد المكورات الرئوية وضد ده مرض يعني ومرض تاني اسمه الروتا المكورات الرئوية بين من اسمه انه مرض له علاقة بالرئتين او بالجهاز التنفسي والروتا مرض له علاقة بالجهاز الهضمي وتحديدا بالنزلات المعاوية او كده عند عمر اربع شهور بيتاخد الجرعة التانية ضد المكورات الرئوية وضد الروت عند عمر ست شهور الجرعة الثالثة ضد المكورات الرئوية فقط عند نهاية السنة الأولى بيكون فيه تطعيم ضد الجديري المائي خلاص ومعاه تطعيم تاني ضد الالتهاب الكابدي اللي هو الفيروسي ألف عند عمر 18 شهر اللي هو سنة ونص يعني بيكون فيه جرعات منشطة ضد الأنفلوانزا البكتيرية وضد المكورات الرئوية عند عمر السنتين بيكون فيه التطعيم ضد مرض الحمى الشوكية والجرعة الثانية ضد الالتهاب الكابدي الفيروسي ألف هي دي التطعيمات غير الإجبارية غير الإجبارية غير الإجبارية عملا أقولها كذا مرة ده مش خطأ في التسجيل أو في خطأ في التصوير لا أنا عملا أكررها غير إجبارية غير إجبارية ما بقولش إنها مضرة خالص خالص بس هي غير إجبارية لو إجبارية هتلاقوها في الجدول التطعيمات الأساسية أو الإجبارية